اليوم وصفتي هي الكبة هنعمل الكبة المقلية بدون هبرة راح نضيف صدور دجاج لعجينة الكبة وتطلع معنا متماسكة وبتقرمش ولا بتفروط وطعمتها طيبة ما بتفرقوها عن الكبة اللي مع هبرة نستعمل للكبة البرغل الناعم راح استعمل اليوم نوعين البرغل الاسمر والبرغل الابيض وممكن تستعملوا بس البرغل الاسمر او البرغل الابيض متل ما انتو بتحبو انا بحب اخلط بين الاثنين برغل الناعم حطيت كيلو برغل الابيض وكيلو برغل الاسمر وممكن تعملوا نص المقدار نقسم كل المقدار بالنص بدي اغسل هلأ البرغل بس بدي اغسل امدة كتير قصيرة يعني بكب عنه المي مرتين مباشرة بحطه بالمصفاية ما منخليه منقوع او ما منخليه بداخل المي لفترة طويلة ابدا مباشرة على المصفاية ضروري كتير نغسل البرغل لانه بيكون كتير مجمع عليه غبار من خلال التخزين بالاماكن بالمستودعات لذلك منغسله وفورا منحطه على مصفاية ربع ساعة اليوم حاستعمل بدل الهبرة حاستعمل صدور دجاج عندي كيلو من صدور الدجاج منظفة بالخل فرمته على فرامة الكبة بهذا الشكل واذا عملتوا نص المقدار كمان تعملوا نص كيلو من صدور الدجاج هلأ بدي ابدأ افرم هالبرغل اللي صفيناه بالمصفاية كمان بدي نزله بماكينة الكبة بهاي الطريقة هادا اول دور هلأ هيك البرغل كلياته فرمته بماكينة الكبة رح ضيفه عليه الجاج او صدور الجاج اللي فرمته كمان بالماكينة رح ضيفه بهذا الشكل وبيبدأ بخلطهم شوي مع بعضهم هلأ بدي ضيف بصلتين مقطعين خشين كمان لازم ينفرموا مع الكبة رح ضيف معلقتين اكبار من الملح والملح حسب الزوق ممكن نزيد شوي نعملهم ثلاث معالي اذا حبيتو بدي ضيف كمان معلقتين من البهار لمشكل ومعلقتين كمان من الفلفل الحمراء البودرة فلفل حلوة ما بتكون حرة ها هي فقط البهارات اللي بستعملها بالكبة ما بحب اني ضيف عليها اي ابهارات تاني هلأ بدنا ننزل هالمكونات كلا ياتا بالماكينة كمان مرة رح اخلطهم شوي وابدأ افرمون بالماكينة رح نفرم كل هالمكونات البرغول مع الجاج والبصل والمطيبات وبيكون قدامي في كوب ماء بارد ببدأ بضيف شوي شوي على البرغول وابل ايدي كمان اذا حتجت حسب الحاجة بس كمان ما من كتر مي بدنا اياها طرية لكن ما لم فشفش لذلك اضافة المي بيصير بحساب وحابدأ خلص كل الكبة بنفس الطريقة بتلاحظوا كيف صارت العجينة نعمة واللي بيحبي نعمة اكتر ممكن يعملها دور تالت بس لانه انا اليوم رح كبكي بالكبة بالماكينة ما رح اعملها دور تالت لانه تعتبر رح تنزل بالماكينة للمرة التالتة لما بدي كبكبها ومتل ما قلنا اثناء فرم الكبة ممكن نحتاج انبل ايدنا بالمي او نرش رشة صغيرة على الكبة عندي الكبة فرمتها اسمتها نصين القسم الاول رح اعمله كبة مقلية والقسم التاني رح اعمله كبة لبنية هحطن بالبراد يرتاحوا ساعة بينما اعمل الحشو الحشو عبارة عن نص كيلو من اللحمة المفرومة ناعم رح قليها بمعلقتين سمنة بس تتقلق اللحمة هنضيف عليها ملح حسب الزوء هنضيف عليها كمان معلقة من البهارات لمشكلة بس يتغير لون اللحمة وبضيف بصلتين كبار مفرومين ناعم وبقلب لا تستوي البصلة ودائما مع البصل في رشة فلفل اسود وبدوء وبعدل الملح والبهار متل ما بدي حشوة الكبة لازم تكون ناشفة من السوائل لازالك اذا بقي معي سوائل بعد ما تستوي بصفيها بس تبرد الحشوة ممكن ضيف عليها اي مكسرات بديها انا اليوم رح ضيف عليها جوز وصارت الحشوة جاهسة للتشكيل اليوم رح شكل الكبة بالماكينة الكبة المقلية رح ضيف عليها ثلاث او اربع معالق من السميد الناعم بيزود القرشة عندي هون نسكوب من المي البارده حطيت لها معلقة كبيرة نشا حتساعدني بتشكيل الكبة هلأ بخلط السميد مع الكبة وبحاول قرسهم بهذا الشكل حتى يصير سهلة علي اني نزلهم بالماكينة وقت التشكيل لانه ما في حدا عم يساعدني فبيصير هيك سهل نزلهم بالماكينة اذا كانوا بشكل اصابع وببدأ كمان ببلل ايدي شوي بالماي وببدأ بنزلها بالماكينة بهذا الرأس البلاستيكي اللي بيعمل ليهم بشكل استوانات بهالشكل لازم تكون طرية لكن مونفشف شي متل ما قلنا بتكون متماسكة كلهم بعملهم هيك بشكل استوانات شوفوا قدي سهل لما بكونوا مقرستهم على جنب مباشرة باخد الاطعاب بنزلها بالماكينة بصير الشغل اسرع ورح شكلهم كلهم بهالطريقة وطبعا ممكن انقرس الكبة بالايد بدون هاي الماكينة نفس الشي ما في ابدا مشكلة رح ورجيكم ياها بفيديو الكبة اللبنية هلأ بدي ابدأ قطع الاسرعات تبع الكبة حسب الحجم اللي انا بديها خضرت انا هاد الحجم بيكون مناسب وجنبي دائما فيه مثل ما قلنا المي البارد اللي فيها نشا وبسكر الطرف الاول بايدي وبملس بالمي والنشا بهالشكل الطرف الثاني مفتوح هلأ منحط الحشواء من هون وكمان بدي بالايد بالمي والنشا وسكر هالطرف ومسد كل قرص الكبة بالمي والنشا هنشوف مرة تانية هقطع شقفة من قصوانة الكبة وببلل ايدي بالمي والنشا وبسكر هالطرف الاول تلاحظوا كيف بتسكر بسهولة العجينة رائعة ما بتشقق ابدا وبعبي الحشوة قد ما بتكون فيكن تعبوا الحشوة بتفع شوي بايدي حتى تنزل لتحت ببلل ايدي بالمي والنشا وبسكر هاد الطرف ضروري انمسد كل قرص الكبة بالمي والنشا متل ما عم بتشوفو وبكمال كل الاقراس بنفس الطريقة هلا اثناء العمل حبيت اقلي واحدة وارجيكم قداء مقرمشة كتير مقرمشة والعجينة كتير كتير ناشحة وعن جد طيبة جدا ما بتفرقوها عن كبة الهبرة راحكمل كل قرص الكبة بهاد الشكل اما هلا ممكن انفرزها نحتفظ فيها بالفريزر بس تجمد او ممكن نقليها مباشرة عندي هون الزيت غزير وببدأ بس يحمى النار بتكون وسط بس يسخون بنزل حبات الكبة متل ما كون شايفين وما بكتر راس كبة بقلب المقلاية اربعة او خمسة حسب حجم مقلايتي بتفعون شوية عن بعض هلا بتلاحظوا قدي متماسكة العجينة وقدي بتقرمش تلاحظوا كيف ولا شققت ولا صار عليها اي شي بستنى حتى احصل على اللون اللي بديها اللون الدهبي وهيك صار لونون دهبي كتير حلوين ولا واحدة بتشقق معكن عجينة رائعة راح تعلعهم كلهم على مندي المطبخ تخلص من الزيت الزيت وبكمل اللي كل الكبة بنفس الطريقة وهيك بتلاحظوا كملت كل الاقراص بنفس الشي بنفسها العجينة راح نزل فيديو راح نعمل منها اللبنية ونشكلها بالايد كمان عجينة سهلة متماسكة ما بتغلب ابدا تلاحظوا ولا واحدة بتشقق معكن هو كتير مقرمشة لونة كتير حلو ورجيكم كيف هافتح واحدة قدامكن كتير مقرمشة والحشوة فيها كتير طيبة أطيب أكلة الكبة أطيب أكلة وهيك أحبائي كانت الكبة بدون هبرة استعملنا بدل الهبرة صدور الدجاج متماسكة ولا بتشقق طعمها كتير طيب ولا بتتغير طعمتها عن طعمة الكبة بالهبرة جربوها بهالطريقة طريقة ناشحة 100% راح نعمل منها لبنية وتشوفوا قدام متماسكة ولا تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وبشوفكن بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر